لمزيد من تفاصيل حول الشأن السوري ينضم إلينا عبر سكايب من مدينة إسطنبول التركية المحللة السياسي ياسر نجار أهلا بك أستاذ ياسر حياكم الله أهلا وسهلا بالتزامن مع مقتل أربعة مستشارين روس وإصابة خمسة آخرين بهجوم تنظيم الدولة في دير الزور كيف تقيم خلفيات هذه الحادثة وما هي أبعادها؟ يعني حقيقة ما نرى أنه ما يحدث في سوريا الآن هي عملية تجازب ما بين الدول ثانية نرى أن هناك تجازب بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وهذا الأمر يقتصر على المناطق الشرقية أنا أتكلم بوجه التحديد دير الزور ومناطق المكمال وجدنا منذ فترة بضعة أشهر كان محاولة لمرتزقة من الجانب الروسي بالإضافة إلى الميليشيات المدعومة من قبل إيران كان هناك محاولة الاستلاع على بعض مناطق سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية عبر قوات سوريا الديمقراطية وكان هناك استهداف قوي جداً للعناصر الروسية والمتزقة الروسية قدر الأعداد بمئات القتلى إذن هناك مناطق تجازب على مستوى مناطق الشرقية شمال الشرق وهناك أيضاً مناطق تجازب على المستوى الجنوب أنا بتصوري الولايات المتحدة الأمريكية هي ترد عندما تشعر أن هناك عملية تجاوز على مناطق سيطرة وهذا ما وجدنا في الأول الأخيرة عندما كانت المحاولات الروسية ومحاولات النظام قراءة هل أن الولايات المتحدة الأمريكية مهتمة في جنوب سوريا أم غير مهتمة وكانت تصريحات الولايات المتحدة الأمريكية في نهاية المطار أنها سترد بشكل قاسي على قوات النظام فيما إذا بدخلت في الجنوب إذن الولايات المتحدة الأمريكية موجودة على الأراضي السورية وهي لا تزال تستطيع أن تتصرف بقسوة عندما يكون هناك تجازب على مناطق نتوزة أما بخصوص القتلى الروس في الأولى الأخيرة فبالتصوري أن ما يعرف تنظيم داعش هو ما تسبب بهذه العملية ولكن نعلم أن تنظيم داعش يغيب في الأولى الأخيرة فتاة طويلة ثم يظهر وبالتصوري ظهوره هو ظهور الوظيفي أكثر منه ظهور مصلحية على المستوى هل تتوقع أن يكون لإيران أي دور في مثل هذه الحادثة خاصة وأن هناك العديد من المراقبين يرون أن الحادثة تاكس صراع النفوذ بين موسكو وتهران في سوريا يعني حقيقة صراع النفوذ هذا يتجسد على الأرض في الأولى الأخيرة وخصوصا أن الموقف الروسي كان سالبا أو سنبيا عندما كان هناك استدافة لمناطق تواجد الميليشيات الإيرانية ومناطق النفوذ الإيرانية عبر ما يعرف بالكيان الإسرائيلي في عمليات جوية ولكن بالتصوري كما سبق وذكرت أن تنظيم داعش أصبح يقوم بعمليات بشكل مرتزع وأنا لا أستغرب أن يكون هناك تفاعل ما بين الإيرانيين وبين قوات ما يعرف بتنظيم داعش حول هذه العملية على وجه التحديد إذن داعش يمكن أن تنفذ هذه العمليات لمصلحة إيران وبالتالي يكون رسالة من قبل إيران باتجاه الجانب الروسي في هذا سياقو بالحديث عن دور الإيراني تهران تؤكد على وجودها المستمر في سوريا بالرغم من تزايد القصف الصهيوني على قواتها هناك ما هو مستقبل وجود الإيراني في سوريا؟ يعني حقيقة لا تستطيع إيران الآن أن تقول أنها ستخرج من سوريا وطالما دفعت المبالغ الكثيرة وكان نفوزها هي نفوز رقم واحد على مستوى الأراضي السورية إذن إيران لن تستسلم بسهولة عبر الضغطات التي تمارس عليها سواء من قبل إسرائيل أو حتى من قبل الجانب الأمريكي ولكن بتصور إيران أيضا لا تستطيع أن تواجه هذه القوى عبر التمترس على الأراضي السورية وخصوصا أن روسيا التي تعتبر الشريء الحقيقي لإيران ضمن الأراضي السورية تخلت عنها في الأولى الأخيرة نعلم أن الدفاعات الجوية الروسية لم تكن تقوم بأي عملية دفاعية عند استهداف القوات الإيرانية ونعلم أيضا أن القوات الروسية كانت تعلم بالعملية العسكرية الأخيرة الإسرائيلية ولم تدلق حتى الجانب الإيراني لتجنب كل هذه العدلات كبيرة هل هذا يعني أن هناك ارتباط بين إيران التي تبدي قلقها بعدم التزام روسيا بزيادة إنتاجها من النفط وأن سوريا بالنهاية أصبحت ساحة لتصوية الحسابات بين الأطراف الإيرانية والروسية حقيقة إيران عندما تنتصر في المعركة ستكون ذلك على حساب الجانب الروسي وهذا ما أنها تضع روسيا نعلم جميعا أن روسيا هي التي استلمت الملف السياسي في سوريا وأيضا الملف العسكري أمام الجانب الأخر الذي هو الولايات المتحدة الأمريكية إذا إيران لها دور وظيفي مكمل للدور الروسي هذا في ما وصلت إليه وليس كما بدأته على أن هي التي تتحكم بمفاصل ما يحدث على العمليات العسكرية على الأرض أنا بتصوري إيران تتقاطع الآن أو تتجثى من حيث المصلحة بينها وبين روسيا سواء عبر وصول النفط الإيراني للشاطئ البحر المتوسط عبر الأراضي السورية ومرورا بالعراق هذا جانب لن يرضي روسيا وأيضا عبر مصالح روسية بإعادة الأعمار ستكون على أساس مصلحة إيران في هذه المطقة إذن إيران ستتمترس بمناطق الشرقية من الجانب الروسي على الحدود العراقية ولكنها لن تستطيع أن تتواجد في جنوب سوريا وخصوصا بمحاذاة الحدود الأردنية وحدود ما يورب بكيان إسرائيل ما معنى المواجهات في الجبهة الجنوبية لسيما بعد تهديد النظام والميليشيات الإيرانية لسكان درعة وكيف ترى الموقفين الأمريكي والصهيوني من ذلك يعني بتصوري النظام يقرأ الآن هل أن أمريكا وكذلك روسيا هل أن أمريكا كانت سابقا جادة في عملية إخراج قواتها والتقليل من نفوذها على الأراضي السورية وبالتالي هو يحاول أن يختبر التواجد السقل الأمريكي في مناطق الجنوب نعلم أن منطقة الجنوب هي منطقة خب التصعيد تم التوقيع ما بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا على أساس ضامنين لمنطقة خب التصعيد للجنوب بتصوري روسيا أرادت أن تقرأ هل أن أمريكا لا تزال مهتمة في وجودها في جنوب سورية أرادت كان واضحا عبر الناتق الاسمي باسم البيت الأبيض أن أمريكا لن تسمح بأي عمليات عسكرية على مستوى الجنوب هذا الأمر لا يعني لي أنه لن تكون هناك عمليات عسكرية ولكن يعني أن حصة الولايات المتحدة الأمريكية ستكون لا تزال هي الأكبر وأن الأردن وإسرائيل التان تمثلان مصالحهما مع الولايات المتحدة الأمريكية كسلة واحدة سيكونان هما يعني الربح الأكبر على مستوى أي عمليات عسكرية أشكرك جزيلا شكرا المحللة السياسية السورية سر النجار كنت معنا عبر سكايب في المدينة إسطنبول التركية